اشتركوا في القناة مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي مشيداً سيادته بالمستوى الحالي المتميز للعلاقات السنائية الاستراتيجية التي تجمع البلدين ومؤكداً ما تليه مصر من أهمية لدفع تلك العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج أما عن الملف الليبي فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن التبادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة على جانب آخر تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي المقرر عقده بالقاهرة على المستوى الوزاري بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا وذلك لبحث مجمل التطورات المتسارع على المشهد الليبي وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود كما استقبل سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد بشر الخصونة مستشهر جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وقد طالب السيد الرئيس نقل تحياته للعاهل الأردنية الملك عبدالله ساني بن الحسين مؤشدا سيادته بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيضة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات لسيما في ظل تعظم التحديات التي تواجهها المنطقة كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد وانجي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة المسؤول الصيني إلى مصر طالبا سيادته نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جيم بينج ومشيدا بما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة مع تأكيد حرص مصر على تطوير تعاون الثنائي المشترك على مختلف الأصعيدة من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تسعى دائما للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة لسيما في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمصر بمنطقتين الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة بقيادة السيد الرئيس معضحا حرصه في هذا الصدد على أن تكون القاهرة المحطة الأولى خلال جولته الحالية إلى المنطقة والقارة الإفريقية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تناول الاجتماع متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم في إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربي الإقليمي وقد وجه السيد الرئيس بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار لسيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشباكات الربط اشتركوا في القناة